اشتركوا في القناة في تنسيق مباشر مع القيادة أم أن هذه القواعد التي تحدثت عنها أصبحت تفكر وتخطط بشكل ذاتي هناك استقلالية كبيرة لهذه المجموات ولكن ليس في الستراتيجية القرار الستراتيجي في المواجهة في المملكة العربية السعودية أنا بنظري اتخذ على مستوى القيادة الأولياء هناك قرار الدخول للعراق الحقيقة القاعدة كانت مهيئة هيئة نفسها للحرب في العراق قبل أكثر مما هيئة الأمريكان نفسهم للحرب في العراق القاعدة اتخذت قرارها بضخ عناصرها في العراق قبل حرب العراقية قبل بداية الحرب وجود الزرقاوي مثلا وجود عناصر حقيقة دخلوا بدعوة صدام حسين للمجاهدين العرب دخلت القاعدة هيئة نفسها بنظري أن هناك قرارة استراتيجية اتخذت على مستوى القيادة لكن القيادة لم تدخل في التفاصيل فتح المواجهة في المملكة العربية السعودية تغيير استراتيجية المواجهة في المملكة العربية السعودية بأي تجاه تغيير المواجهة السعودية؟ أولا أنه حقيقة الانتقال إلى هناك شيء حدث في المملكة أولا أنه من المسموح استهداف وقتل المسلمين والسعودين والعرب وهذا شيء يحتاج إلى قرار قيادي الشيء الآخر مهاجمة المؤسسات الحكومية هذا يحتاج إلى قرار على المستوى القيادي المتمثل مثلا في تفجير الواشنطن ثم تفجير وزارة داخلية دون شك هذه كانت أنا بنظري لم تتخذ على المستوى الميداني هذه قرارات اتخذت على المستوى القيادي يعني من بل لادن ومن حوله مثلا بدون شك على المستوى العالي جدا لأن هذه القطية حقيقة قرار يجب أن يتخذ على هالمستوى هذا أنا بنظري اتخذت قرارات أقل أهمية ليست قرارات استراتيجية قرارات تكتيكية السماح بالانتحار هذا قضية مهمة جدا بدون فتوى من القيادة ماذا تقصد بالسماح بالانتحار يعني الانتحار بداية من 11 سبتمبر كان في انتحار في فرق بين الانتحار لتنفيذ عملية الانتحار في ساحة معركة والانتحار للتخلص من قبضة رجال الأمن تقصد أن يقتل العضو المجند نفسه قبل أن مثلا تلقي أجهزة الأمن القبض عليه شاهدنا الحقيقة حوادث في المملكة حدثت لا يقل عن تسعة حوادث هذه ظاهرة جديدة لجوء للبس ملابس النساء هذا شيء جديد لم يحدث قبل وهذا حدث السعودي أكثر من مرة بدون شك تخفيض أمر المجندين المعدل قبل 11 من سبتمبر كان أغلب المجندين معدل الأمر في أضاء القاعدة هو 26 سنة الآن انقفض إلى 21 سنة فهناك أنا بنظري أن القاعدة نتيجة الضغوط التي وضعت عليها بدأت تتنازل عن أشياء من الثوابت التي لم تكن تتنازل عنها هل هذا يفسر في تقديرك الأكثر مصطفى العاني يعني انخراط أعضاء في التنظيم لم يشاركوا لم يذهبوا إلى أفغانستان لم يخرجوا خارج بلدهم المحلي بدون شك يعني كان الحديث دائما عن أفغان عائدين عن أفغان عرب أصبح الآن عن أفغان لم يذهبوا إلى أفغان أفغان عرب لم يذهبوا إلى أفغانستان معين اللي كان أساسا المجاهدين السابقين أو ما يسمى الأفغان العرب أصبح الآن غير موجود أو قليل جدا الآن نشأ جيل جديد لا علاقة له بتجربة أفغانستان لا علاقة له تجربة بما يسمى بجهاد الأفغاني والتدريب الأفغاني. القاعدة بدأت كانت قبل أن الأشخاص يذهبون حتى بعد انتهاء الحرب الأفغانية. عندما قامت القاعدة بتأسيس قيادتها في أفغانستان. التدريب كان تدريب العناصر كان يتم في معسكرات أربع معسكرات في أفغانستان نفسها. الآن بسبب الضغوط عليها تحول التدريب إلى المواقع الميدانية في كل دولة. التمويل كان يأتيه من المركز. الآن أصبح التمويل ذاتي. اختيار الأهداف كان من المركز. الآن بنظري أنه استراتيج. يعني كل خلايا تمول نفسها بنفسها. هناك أدلة كثيرة أن الخلايا أصبحت تعتمد على التمويل الذاتي في جزء كبير منهم. ومين تجيب؟ وش التمويل الذاتي؟ كيف يجبون تمويل لعملية كبيرة أحيانا؟ أولا كلفة العمليات هي كلفة محدودة. السيارات يتم سرقتها. أنا أعطيك مثل في عملية مدريد. قاموا وحصلوا على المتفجرات بمجموعة المجموعة التي كانت في مدريد. جزء منهم كانوا مشتركين في عمليات تهريب المخدرات. لهم تاريخ طويل من عناصر الشمال الأفريقية. كانت في بيع المخدرات. لم يتم تبادل المادة. قاموا باستبدال المخدرات بمتفجرات. أعطوا أحد أمال المناجم الذي يعمل في شمال إسبانيا. الذي يتعامل في خزن المتفجرات. المدمن المتفجر. وعطوا مخدرات مقابل المتفجرات. فقضية المادة الحقيقة. ليست عامل أساسي هنا. التفجير مقابل الكيف. بدون شك. إنه هذا الشيء سجيد. طيب. دكتور. الآن من الواضح أن تتحدث قبل قليل فيما يتعلق بعمليات أسبانيا. بأناس كانوا يهربون المخدرات. المعروف أن التهريب المخدرات والتعاطي مع المخدرات محرم دينيا. هؤلاء عندهم الدين هو الدافع. هل هذا أنهم كانوا غير ملتزمين ثم ملتزموا دينيا؟ أم ماذا بالضبط؟ الحقيقة هناك خط معين. حتى لمن كان الطلبان والقائدة في أفغانستان. أنه إنتاج أو الإتجار بالمخدرات للحصول على المادة. ليس هو بذنك كبير. لسبب بسيط. أنه إفساد الغرب وتسجيعهم على دمار نفسهم عبر المخدرات. هناك رأيك صدر في وقتها في أفغانستان يشير أنه هذا شيء حقيقة من الفوائد التي يمكن أن يجنيها العالم الإسلامي بإفساد وتسجيع الغرب على استعمال المخدرات. وبنظر أنه هذه ليست استعمال المخدرات نعم. ولكن الإتجار أو استبدال المخدرات. مثل آخر في العمليات في العراق. العمليات في العراق الاختطاف بمصدر أساسي للتمويل. دول كثيرة ما يقارب في تقدير أمريكي أنه 10 ملايين دولار